السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة انا هتكلم معكم عن البورس البلاي. هنتعرف على كابلات البورس البلاي. توصيلات كل كابل ووظيفة كل كابل ايه بالتحديد والمطات اللي بتكون موجودة في الكابلات. الوان الكابلات دي بتفرق في ايه الازرق الاحمر البرتقاني البني الاصفر. هنفك البورس البلاي مع بعض وهنعرف ازاي نفكه. وازاي نوصله باور بشكل مباشر. ونعمله تست او اختبار من غير ما نوصله بالمازر بورد. هنعرف اه شكل المكسفات بيكون عامل ازاي لو مكسفات بايزة. هنفك المروحة بتاعة البورس البلاي ونعمل لها صيانة. الادوات اللي هنستخدمها معنا فورشة مفاكي جي ام جيفت. ده ملوش ايه لازم انا هشاور بيه بس مش اخترش. نخلي الحاجات دي كده في جامل. ده معنا البورس البلاي. لو بصينا على المكانات بتاعته. هنلاقي البورس البلاي في مكانين لتوصيل الباور. ده المكان الاول اللي احنا بتستعمله عمتا. وده بيكون خاص بيه الفيشة اللي بتتوصل بالكهربا علشان البورس البلاي يشتغل. والمكان التاني ده هو نفس الفيشة ولكن بشكل عكسي الفيميل بتاعها. ده بيكون استخدامه. دي كله كابل زي ده كده. بيتوصل في المكان ده علشان اوصل الخارج ده بالشاشة. يعني لو انا عايز اوصل الكمبيوتر والشاشة اللي اتنين على كابل باور واحد. بوصل كابل الاساسي هنا. اللي جاي من الكهربا. بيغزي بالكهربا وبالتالي الكمبيوتر. وباخد منه خارج هو نفس الوصلات بالزبط. اطلع منها للشاشة. فبالتالي انا وفرت كده فيشة او كابل او وفرت السلوك. يبقى ده شكل باور بشكل عام. هنشوف اول حاجة ازاي نعمل تست او تشيك على ده معانا كابل الباور. ده انا وصلت له باور. لو حدين ان احنا نعمل تست عليها ممكن معانا الافو ميتر. وشرحت انا ده في فيديو قابل كده ازاي نعمل تست للفولت. هنزبط التدريجة عندنا عند سوا ميت فولت اي سي. ودول الطرفين. بوصل طرف هنا. بالشكل ده. والطرف التاني هنا. واشوف الفولت اي كم معايا. الفولت اي متين اربعة وعشرين فولت. هوسل كابل الباور في الشاحن. ده سوكت مكان التوصيل. يبقى كده مفروض اسف في الباور سلضاي. يبقى كده مفروض الباور سلضاي ده كده وصله كهربا. باقي ان انا اعمل له تست واجربه. هنلاقي في كابل لون اسود او مجموعة كابلات لونها اسود. في مجموعة كابلات لونها برتقاني بوني. وهكزا هنشرح ده كله بالتفصيل. اللي هي منه منه الكابل الاخضر. والكابل الاخضر ده هو الخاص بالباور سويتش. اللي هو بيشغل باور سلضاي. معنا انك لما توصل باور سلضاي الفيشة دي بيوصل الكابل الاخضر مع اي كابل اسود الباور سلضاي يشترك. عن طريق الجفت او عن طريق كابل او سلك. وهوصل الطرف ده مع الطرف ده. ده كده الباور سلضاي يشتغل معنا. هنفك الباور سلضاي الكابل. وهعرف نجد ان الباور سلضاي محتاج صيان ان احنا نضف المروحة ونبص على المكسفات بتاعها. ولكن قبل ما نفك الباور سلضاي هنبص بصة على الكابلات دي. الكابل ده ده كابل توصيل المازر بورد. مكان توصيل الكابل بالشكل ده. وهنلاحز ان في هنا مكان سوكت ما ينفعش يتركب بشكل عكسي. يعني لو حاولت اركب الكابل كده مش هيركب. يبقى الكابل ليه طريقة واحدة بس في التركيب اللي هي. الكابل التاني هو كابل الاثناشر فولت. ده هنلاقي فيه كابلين او سلكين لونهم اسفر وسلكين تانيين لونهم اسود. الاسفر ده اتناشر فولت والاسود ارضي. وهنوصله بالشكل ده او مكان توصيله هنا في السوكت. اللي هو السوكت ده كده. وبرضو ليه اتجاه واحد للتركيب ما ينفعش يركب اتجاه عكسي. ده اتجاه الصح. بيتركب كده. يبقى انا كده وصلت الباور او وصلت الكابلات للماثر بورد. ما عادش فيه كابلات تانية هتتوصل من الباور سبلاي للماثر بورد. هما الكابلين دول بس. كابل سوكت او كابل الاساسي. والكابل التاني الخاص بالاتناشر فولت اللي بيدي للبروسوسور هنا باور علشان يشغل بروسوسور. بقى عندنا مجموعة كابلات هنلاقي فيهم الكابل الزغير ده. ده كابل خاص بتوصيل الفيلوبي دسك. اللي هيكونا بنستخدمها زمان قبل طبعا السودروم وقبل الفراشات والكلام ده الفيلوبي دسك درائي. بقى عندنا تلات كابلات شكلهم زي بعض اللي هو السوكت الباور العادي. هنبص معنا هنا هاردين. شكل السوكت هنا هنلاقي السوكت مختلف. مكان توصيل الكابل العادي. وده كابل الساتا. نبص الاول للكابل العادي. وده مكان توصيل الكابل او سوق التوصيل الكابل. هنلاحز ان الكابل فيه اربع سلوك. سلكين لونهم اسود في النص وسلكين سلك تاني لونه احمر وسلك لونه اصفر. الاحمر دايما بيكون ناحي جوه. يعني يتركب بالشكل ده كده. ما يركبش عاكسي. يبقى انا لما اركب كابل الباور في الهارد سك لازم الكابل الاحمر او السلك الاحمر يكون ناحي جوه. اللي ناحي البره ده اللي هو الاصفر او ال 12 فولد. فانحفظها كده. اللي ناحي البره ده اللي هو الكابل الاصفر. لو حاولت ان انا اركبها عاكسي مش هيركب. ولو تركب فيه الهاردة هيكسر السوكت. فيه ناس بتغلط الغلطة دي. بتحاول تركب الكابل بالعافية فده بيعمل مشكلة في السوكت بتاع البور. استخدام التاني بتاعه في دي شكل برضو وده كابل التوصيل. ده مكان توصيل البور وده كمكان توصيل الدات. وزي ما قلنا الكابل الاسفر بيكون ناحية برة والكابل الاحمر بيكون ناحية الداخل. برضو نفس الشكل كده. ده طريق التوصيل كابل البور في السوكت الاخير اللي هو سوكت الساتة. السوكت بيركب بالشكل ده. برضو نفس القعدة اللي احنا اشتغلنا عليها في الاول مع الهاردات الداتا هنشتغل عليها مع الهاردات الساتة. الكابل الاسفر بيكون ناحية بره. والكابل اللي ناحية جوه. او او بلاشي الكابلات ناحية جوه عشان من اطلق برش لانا هنلاقي فيها كابل برتقاني وكابل احمر. فالكابل الاسفر هو اللي بيكون ناحية بره. الجزء الخارجي من الهاردسك. بالشكل ده كده. ده عن مكان توصيل الدات. هنوقف الفيديو على كده وهنكمل في الجزء التاني هيكون خاص بفاكة البورصة بلاي ونتعرف على مكوناته. مش هفكركم لو الفيديو عجبك لايك الفيديو سبسكرايب للقناة وشير لو حسيت ان حد ممكن يستفيد من المعلومة او المحتوى اللي انا بقدمه. معدنا في الفيديو الجاي والله الايرالله.